أكد رئيس الوزراء الإسبانية بيدرو سانشاز أن على إسرائيل الالتزام بالمعايير الدولية وأنه لا سبيل لحل دائم إلا بحل الدولتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ناظره البلجيكي أمام معبر رفح صرح سانشاز أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعية لمؤتمر الإحلال السلام في أقرب وقت فلابد على إسرائيل أن يكون لها نهج شامل في معالجة الأزمة وكذلك في الضفة الغربية وشرق القدس والحل الوحيد هو حل الدولتين والالتزام بمعايير المجتمع الدولي فالاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي دعوا إلى مؤتمر لإحلال السلام في أسرع وقت ممكن فنحن نأمل في إحلال السلام لإسرائيل وفلسطين ويجب أن يكون إسرائيل وفلسطين طرفة في هذا المؤتمر ترجمة نانسي قنقر